قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاء هذا اليوم بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ولدى وصول جلالة كان في الاستقبال مع علي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن ذياب بن سجر النعيم رئيس هيئة الأركان وسمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي وعدد من كبار الضباط وتم خلال الزيارة بحث نتائج خطط التدريب للعام الماضي وما حققته من نجاح والاستعداد للمرحلة المقبلة لبرامج التدريب وتطويرها بأحدث الأساليب وأرقى الإمكانات العلمية والعملية الحديثة وفي كافة أسلحة قوة دفاع البحرين من أجل تطوير كفاءة منتسبيها وقد أشاد جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله بما حققوه من تعامل مميز مع أرقاء الساليب وأجهزة التدريب الحديثة والمتطورة بكل مقدرة وتفوق وذلك من أجل القيام بواجبهم السامي على أكمل وجه حماية لوطن العزيز ومسيرته الحضرية المباركة ووحدته الوطنية واستمرار التنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء على أكمل وجه في سبيل الخير والسلام مقدرا جلالته رعاه الله الجهود الوطنية السامية التي يقوم بها جميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل بكل شجاعة وإتقان متمنيا لهم جميعا دوام التوفيق والسداد